ألو؟ أيوة يا رانا أنا خلاص لبسة وجهزة هفتر وانزل طيب خلاص وأنا كمان هفتر وانزل استناقي تحت ماشي سلام يوسف يا يوسف أصحى يلا وانا هصحيك شوية وماما هتصحيك شوية يلا المدرسة يو مدرسة تي يا بابا مش أنا ترفضت من المدرسة خلاص أيوة ترفضت يا حبيب ماما بس أنا خلاص هودك مدرسة تانية طب وليه تعب نفسك بس يا بابا يلا يا واد قوم أنا تعبت منك خلاص يا بابا حاضر يو الواحد بس لو نقم شوية حلوين صحونا بادري كده خلاص يا بابا أنا جاهزة طب يلا عشان ننزل نفتر يلا تفضل اركب ويا ريت بقى ما تكسبناش قدام المدير المدير ده صاحبي وقد ترخره ان هيوافق يقبالك في المدرسة هو أنا بعمل ايه يعني يا بابا ده أنا حتى ولد مؤدب جدا طبعا عارف يا حبيبي عشان كده كل شوية بيرفدوك من مدرسة اتفضل اركب ايه ده يا ولد انت اركبت مكاني انزل وما تركب انت جنبي يا بابا وانا لسوق يو انا مش فاضل الدلع ده انا عندي شغل انزل اركب في الكورسي التاني خد بالك بقى يا بابا من الطريق عشان ما اتوهش زي كل يوم صبرني يا رب ايه يا بنتي ده انت كل ده بتفتري انا وافة مستنياجي من بدري لا طبعا مش كل ده فتر ولا حاجة بس باخد النصائح اليومية من بابا وماما زي وانا كمان باخد النصائح اليومية البص بتاع المدرسة يلا نركب سلام عليكم ازايك يا حضرة المدير اهلا اهلا ازايك يا حسين اخبارك ايه وحشني من زمان ما شفتكش يعني لولا ان ابنك هيجي عندي في المدرسة ما كنتش شفتك ابدا معلش والله انا اسف مشاغل وبسافر كتير وبعدين خلاص بقى ما تقلقش اكيد هتشفني كتير ده انت كل يومين تلاتة هتعمل استدعاء وليا امر ليه بس بتقول كده ده يوسف باين عليه ولد مؤدب اهوا يا حضرة المدير انا مؤدب جدا بس هو اللي ظلمني ظلمك طب تقدر تقولي اترفت من المدرستين التانيين ليه اه اصلي حضرة المدير ظلمني برضو ماشي ماشي يا يوسف اما نشوف يلا يا يوسف روح انت بقى على الطبور بتاعك طيب بعد ازنكم اشرب ايه بقى يا حسين متشكر يا عادل والله انا متأخر على شغلي بس احب اشكرك جدا على الخدمة اللي انت عملتها انك قبلت يوسف عندك في المدرسة هنا انت عارف يحسن انك غالي عندي لولا معزتك عندي وغلوتك انا ما كنتش وفقته انه يبقى هنا بس هو هنحاول نتصرف معا ان شاء الله وربنا يهديه انا متشكر قوي عادل ده خدمة مش هنسهلك ابدا السلام عليكم مع السلامة يلا كلكم طلعوا الكتاب عشان نبتدي الدرس بقولك يا صاحب هو المدرس ده زريب ولا رخم ولا طيب ولا النظام المستر هيسم ده محترم جدا محترم يبقى بيشرح بضمير وهيطول في الحصة بس انا بمل بسرعة يوه الولد اللي قاهد ورايا ده بيتكلم كتير ومش بيبطل كلام ابدا ده مزهج قوي ما تنجس بقى يا مستر وتخلي الحصة دي تعدي على خير يوه انا هقول للمستر لو سمحت يا مستر بعد اذن حضرتك الولد اللي ورايا ده بيتكلم كتير وانا مش مركزة في الدرس خير مش انت الطالب اللي ما نقول جديد عندنا ايوه يا مستر انا طب ممكن تقولي كنا بنشرح نقول ايه كنا بنقول ما هي الطريقة الطبيعية لطبخ الطعمية انت بتستظرف طب اتفضل بقى برا الحصة طالما الحصة مش عجبك ومش مركز طيب سلام عليكم يا مستر يلا نكمل الدرس اما روح بقى اشوف حاجة عملها احسن من الحصة وبكده تبقى حصتنا انتهت ونكمل الحصة الجاية ان شاء الله يلا نروح الكافيبة هنجيب حاجة ناكلها يلا عاملة نفسك فزلوكة قوي ايه 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 خبر شهد شهد انت كويسة اه مش قادرة ماشي انا لازم اقولي المدير ايوة تعالي واخنا هنروح معاكي للمدير مايصحش اللي انت عملته دا يا يوسف هو انا عملت ايه يعني دا انا كنت بالعب بالكورة طيب كان المفروض تعتذر لها يا عم هم اللي فرافير قوي يا حضرة المدير ايوة يا بنات خير في ايه الولد اللي اتنقل النهاردة جديد خبطني بالكورة في دماغي وانا دماغي بتوجاني دلوقتي معقول ازاي يعمل كده ايوة يا حضرة المدير هو كان قصد يعمل كده عشان هي قالت للمشتر انه هو بيعمل دوشة في الفصل وبيتكلم كتير طيب طيب انا هجيبه حالا انت ازاي يا يوسف تعمل كده التصرفات دي ما تنفعش تبقى عندي في المدرسة هو انا عملت ايه يا مستر انا ما عملتش حاجة ما هو يا مستر هدفني بالكورة في دماغي يا حضرة المدير ما انا كنت بشوت الكورة وهي جات عندها لا يا حضرة المدير هو كان قصد انا دلوقتي تعبان يا مستر ومش هقدر اكمل الحصة ومش هتقدر تكمل الحصة ليه لانا كنت بشوت الكورة شوطة عادية يعني هي اللي فرفورة قوي المفروض لما الكورة جات عندها تخبطها بالدماغ وترجعها لي اعتذر ليه زميلتك فورا واعتذر ليه او انا عملت حاجة قلط ده انا بلعب لازم تعتذر طالما غلطت يبقى تعتذر عشان خطرك انت بس يا حضرة المدير ايه اللي انت بتقوله دا يا ولد خلاص انا اسف يا شهد بعد اذنكم بقى خلاص يا بنات تقدروا تتفضلوا على فصلكم دلوقتي هو اكيد ما كانش يقصد برضو ده لعبة يعني خلاص يا حضرة المدير مفيش مشكلة بعد اذنك كان عندك حق يا حسين الولد فعلا مشاغب قوي يوسف يا يوسف نعم يا بابا هيا يوسف الاغبار عملت مشاكل النهاردة في المدرسة لا لا يا بابا خالص ولا اي مشاكل ده حتى المدير صاحبك مبسوط مني جدا ايه بالحمد لله لحد دلوقتي محدش كلمني وعمل استدعاء وليه امر غريبة قوي هو المدير ده ما تصلش بك ليه طب ممكن بقى تقعد تذاكر عايزك ترفع راسي كده وتجيب درجات حلوة طبعا يا بابا هجيب درجات حلوة ان شاء الله فين يا بنات انا مبارح كنت بشتري مانيكير لونه حلوة قوي وعجبني اشتريت لكل واحدة فيكم واحد واو شكرا يا رانا طب هو فين بقى تعالوا نقعد في الفصل وانا وريه لكم عارف يا زياد البنات دول تفهين قوي بيتكلموا في المانيكير والقلوان طب وإيه المشكلة ماهي دي طبيعة البنات بيحبوا الحاجات دي انت ما عندكش اخوات بنات اكيد هم كمان بيستخدموا الحاجات دي بيحبوا الميكب والمانيكير والقلوان والاكسسوارات لا يا عم ما عنديش ومش عايز الحمد لله انا ولد واحد واو لونه طحفة جدا شكرا يا رانا الحمد لله انا عجبكم اصل لونه كان حلوة قوي وعجبني واو طحفة قوي شكرا يا رانا يا ابن ملك ومالهم بس ما تسيبهم في حالهم هي اللي بدأت وهي اللي قالت للمستر اللي انا بتكلم وتردني برا الحصة ما خلاص بقى ما انت لازم برضو بصراحة المستر لما يدخل تبطل كلام وتلتزم في الحصة ما انا بمل بسرعة اعمل ايه يعني سلام عليكم يلا كل واحد يقعد مكانه دلوقت انا عملكم امتحان مفاجئ طبعا ما كنتوش تتوقعون هيبقى فيه امتحان بس انا عملت الامتحان ده عشان اعرف مين اللي مذاكر ومين اللي مش مذاكر امتحان احنا مستعدين يا مستر امتحان مفاجئ لا لا ما ينفعش كده هو مش المفروض يقول قبلها بشهر عشان نذاكر شهر ايه بس يا يوسف ده المدرسة لسه بدأ وما اخدناش غير درسين يلا هوضع عليكم الورق ايه ده بقى ده سؤال صعب قوي المستر مش واحد بقى لما طلع الكتاب ابوص فيه ايه ده ده بيطلع الكتاب يبوص فيه ازاي كده يا مستر يا مستر خير يا هانا عايزة ايه يوسف يا مستر كان بيطلع الكتاب عشان يغش منه ثاني برضو انت يا يوسف ايه يا مستر وانا عملت حاجة انت ازاي تغش من الكتاب سيب الورقة واطلع بره هو انا كل شوية تقولولي اطلع بره الفصل اطلع بره الفصل طب انا هسيب لكم الفصل بقى وماشي انا مش عارف ازاي المدير يوافق ان الولد ده يتنقل عندنا في المدرسة انا مش عارف ايه الرخامة دي طب والله لو اريكم يلا كلكم تجيبوا الورق بتاع الامتحان عشان اصحح الورق وديكم الدرجة اتفضل يا مستر انا خلصت الامتحان برافو برافو يا زياد انت ممتاز اجابتك كلها صح انا مش عارف الولد اللي اسمه يوسف ده ليه ما يتعلمش منك ويعمل زيك يلا يا بنات الحمد لله الامتحان كان سهل قوي ايوة كلنا نجحنا وجبنا درجة حلوة طب يلا بقى على حصة الالعاب بقول لكم ايه يا بنات تفتكروا الولد اللي اسمه يوسف ده ممكن يعمل مقلب عشان انا قلت للمستر انه بيعش من الكتاب لا لا ما اعتقدش اكيد هو عرف انه كان غلطان ما هو كل مرة المستر يطلع برا الفصل فلازم يتعلم بقى يلا عشان حصة الالعاب ربنا يسطر المانيكير اللي معاك ده بقى انا هكتب بيه على الصبورة واستني بقى لما المستر يشوف اما اكتب على الديسك بقى وعلى شنطة زياد ايه ده يا خبر ايه اللي عمل في شنطتي كده وايه اللي على الصبورة ده كمان انا لازم اروح اقول للمدير ايه ده بقى ده المانيكير واقع على لبسي اما اروح الحمام بسرعة حاول اطلعه ايه حاضرة المدير في ايه يا زياد فيه مانيكير كتير واقع على الشنطة بتاعتي وعلى الديسك ومكتوب على الصبورة وعلى الارض مانيكير وايه اللي عمل كده انا مش عارف بس رانا كانت جايبة مانيكير وبتديه هدايا لصحباتها هدايا طب يعني هيخدوها هدايا ويكتبو بيه وبوازو الدنيا كده طب هم فين دلوقت البنات احنا عندنا حصة العاب انا هنادي عليهم طيب نديهم لي على الفصل حاضر طب وبعدين بقى في المصيبة دي ده مش راضي يطلع من اللبس بتاعي يا خبر لو حد شافه ايوه انا عد هنا في الحمام لحد اليوم الدراسي ما يخلص وبعد كده هامشي انتو يا بنات صغيرين انتو فاكرين نفسكم في الحضارة انتو بنات في عدادي يعني المفروض تبقوا عقلين عن كده بتلعبوا بالمانيكير وتكتبوا بيه على الصبورة ما حصلش يا مستر احنا فعلا معنا مانيكير بس مش ممكن نعمل كده رامة كانت جايبة هولنا هداية وكنا هنقضوا في البيت لكن ما كناش هنلعب به هنا خالص حتى شوف ايدينا ما فيهاش مانيكير اصلا ايوه يا حضرت المدير احنا مش بنستخدم المانيكير في المدرسة خالص وبعدين انا متأكدة ان يوسف هو اللي عمل كده لان انا قلت للمستر انه هو كان ميرش من الكتاب ايوه ايوه قلتلي فعلا مفيش غير يوسف شوفوهولي هو فين وخلوه يجيلي على المكتب انا هعمل له استدعاء وليه عمر للاسف يا مستر مش موجود في المدرسة اكيد ماشي بعد اللي عمله ده انا كده اتأكدت انه هو ازاي يمشي من غير ما يستأذن يا السلام يلا شود العب شود جون انا قاعد في الحمام بلعب جيم وهتلاقي المدير برا بيزعق مع البنات وبيقول لهم انت عملتوا كده ليه واكيد هيعمل لهم بكرة استدعاء وليه امر وهتلاقي شهد قاعدة بتقول له ولا يمشي انا يا مستر ولا يمشي انا يا مستر يوه الموبايل فصل شح يلا مش مشكلة اما اطلع اشوفهم بقى مش ولا لسه ايه ده يا خبر الباب مش بيفتح افتحولي افتحولي اعمل ايه دلوقتي والموبايل فصل شح ايه ده هو انا هافضل هنا لا لا مش معقول افتحولي افتحولي سلام عليكم ازايك يا حسين اهلا اهلا حضرة المدير ازايك عامل ايه عادل اخبارك ايه يوسف عامل ايه معك في المدرسة يوسف انا متصل عشان اشتيكي منه ازاي يخرج من المدرسة من غير ما يبلغني ولا يعمل اذن يخرج من المدرسة ازاي خرج من المدرسة دورنا عليه ملقيناهوش عرفنا طبعا ان هو ميشي بعد المصيبة اللي عملها مصيبة مصيبة ايه وبعدين ابني فين ده مرجعش لحد دلوقتي ايه ازاي ده مش من بدر جدا مش معقولي اللي بتقوله ده يا حضرة المدير يا طرى راح فين طب ما تقلقش ممكن يكون عند حد من صحابه او حد من قريبكم لا طبعا ده مش بيروح في مكان من غير ما يقولي طب على قليل كان هيتصل بي انا لازم اروح ادور عليه فورا يا رب يا رب انا غلط وعارف ان انا استاهل العقاب بس لو طلعت من هنا مش ممكن اعمل حاجة غلط ابدا انا استاهل اللي جرالي ازاي اعمل كده البن مقفول والموبايل فصل شح ومش عارف اعمل ايه يا طرى هخرج من هنا ولا مش هنخرج اكيد بابا وماما بيدوروا علي دلوقتي ومش عارفين مكاني الولد لحد دلوقتي مرجعش يا حسين بقالنا ثلاث ساعات بندور عليه راح فين انا مش عارف انا هتجنن ازاي ما يتصلش بيا ويخرج من المدرسة من غير محد يحس بيا انا هنا للصبح انا بردان اوجعان ارجوك يا حضرة الزابط ابننا من الصبح مش لقيين وبندور عليه طيب ما تقلقوش يا مدام ممكن تدوني البيانات طب مش جايز الولد زعلان منكم ومشي لا طبعا يا حضرة الزابط ده كان في المدرسة وخرج من المدرسة من غير محد يحس بيه والحد الوقت مرجعش دورنا عند كل قرائبنا واصحابنا كل الانعرافهم وكل مكان ارجوك تسرف يا حضرة الزابط طيب دورته في المدرسة وهندور في المدرسة ليه اذا كان هو ميشي من المدرسة احنا لازم ندور في المدرسة لان ممكن يكون في مكان في المدرسة والباب تقفل معقول ممكن يكون في المدرسة لحد دلوقتي طب يلا بينا انا نسيت ده بقرأ اجازة يعني لو ما وصلوش واعرفوا مكاني انا مش عارف ممكن يجرالي ايه يا رب انقذني مش ممكن اعمل كده تاني قالوا ايوة يا عادل احنا وقفين قدام باب المدرسة وما انا الشرطة تعالوا بسرعة ايوة لازم تفتح الباب طيب طيب انا جايلكم حالا يوسف يا يوسف مش هنا يوسف يا يوسف انت فين يا ابني ده اخر مكان ممكن يكون في الحمام يوسف ايه ده امش بصدق نفسي انا سامع صوت ماما ماما ايه ده يوسف الباب مش بيفتح انا سامع صوته جوه انا معي المفاتيح هفتح ماما بابا يا حبيبي يا ابني الحمد لله ان انت بخير انت ازاي تعمل كده وتفضل في الحمام طول اليوم وازاي ما طلعتش لما الجرس ضرب انا اللي كتبت بالمانيكير على الصنفورة وبهدلت الفصل انا قاسف يا حضرة المدير انا بعد ما كتبت اللبس بتاعت بهدل ودخلت الحمام عشان اغسله بس للأسف ما طلعش وفضل تلعب قلت هافضل قاعد جوه لحد ما تمشو عشان ما حدش ياخد باله وبعدين فضلت هالعب جيم ومحستش بالوقت والموبايل فصل شحن والبواب قفل اللي بواب قلها انا قاسف يا حضرة المدير مش هعمل كده تاني ماما بابا انا طلبت من ربنا ان انا لو خرجت من هنا وانقزني هبقى كويس وهتغير وهبقى مجتهد وشاطر وهذاكر وهبقى واحد تاني شفت بقى يا يوسف الانسان اللي بيغلط حصله ايه انت عارف ان احنا لو ما كناش فكرنا في المدرسة دي وبكرة اجازة كان ممكن يحصل لك ايه لو فضلت اليومين دول من غير اكل ومن غير ميا عارف يا حضرة الزابط عشان كده عايزكم كلكم تسمحوني انا بسمحك يا يوسف وده لازم يكون درس مهم ليك انا عارف ان انت بجد هتتغير ومش هترجع للي كنت بتعمله تاني وان شاء الله في المدرسة هتعتذر لاصحابك وعايزك تتغير وهم نفسهم كمان لازم يحسوا ان انت اتغيرت ايوة يا حضرة المدير انا تعلمت طب يلا بنا على الاسم بقى عشان نقفل المحضر